مين جي معاك وانت جاي النادي الاهلي مين جامعي من النادي؟ لا لا مين جي معاك والدتي والدتي مامتك اللي جات معاك والدتي جات معايا طبعا والدتي جات معايا ماما لها قصة في حياتك لها دور كبير لها دور كبير ليه وليه الأمر دايما في الإلعاب الفردية بيكون ليه دوره الأكبر مش المداربين والفنيين ليه دايما كل عيب الفردي بيقولي كده لا هو أنا معايا الصراحة يعني حتى المداربين والناس اللي هي دور كبير الصورة قدامنا اهي. هي دي الصورة. اه. وانت جوال نادي الاهلي اللي بتشيرت نادي الاهلي. صح كده. بس عشان تبقى عارفة هي والدة كابتر عمر عربي هي اللي وراه في الصورة. اتفضل لكابتر عمر. بالزبط كده. هي الصراحة يعني عشان يعني هم بيشوفوني اكتر يعني انا والدتي لما بيحصل مثلا ببقى في مود او في حاجة مش كويسة طبعا والدتي هي قريبة مني جدا. دكتور النفساني بتاعك. بالزبط كده. هي اللي فكوتش بتاعي. فمثلا حصل في فترة معينة. عملت عملية وكان موضوع وحش عن نفسي جدا. هي الصراحة شافت اوقات صعبة جدا معي. ابتعبت معي كتير كتير. سواء هي او والدي او اختي هم اللي في البيت عموما عالتي شافوا اوقات صعبة معي كتير قوي. الوالدة شايلة كل حاجة. اه كتير. يعني بتكلم عاك بصراحة. اه. في موقف صعب في حياتك اعتقد كنا بتكلم فيه قبل الهوا. اه. عايزك تحكيه جوالهوا. اه. موقف صعب قلتلي ان والدتي لولا والدتي ما كنتش وصلت اللي انا في النهاردة في جنباز. بالضبط. اه. سنة 2018 ل2019 حصل مشكلة معينة في رجلي. طورت ان انا عمل عملية. كويس. العملية طبعا يعني روح دجاجاترة كتير وما كانتش معروفة لان كان فيه الاخباطة. الحمد لله الدكتور معين عرف العملية وعملتها. اه. وانا برجع في التأهيل. اه. كتير من الدجاجات التي روحت لهم. خلاصة يعني كلهم اجتمعوا ان احنا هو مش يرجع يلعب جنباز تاني. نعم. وانا مش يرجع. انا فيش كده. ويا رب تجري وكده يعني. يعني كل الكلام كان محبط. انا بالنسبالي جنباز حياتي يعني. ايه. عموما. صحيح. من انا صغير الى الان 18 سنة بلعب جنباز فهو حياتي. فالموضوع بنسبالي كان صدمة. فبقيت اخش في مود سيء. ومامتي الوحيدة بتقولي انت هترجع. انا ذات نفسي ابتديت افقد الامر اللي هو مش هرجع. فمامتي الوحيدة اللي هو هترجع. وهتبقى احسن. وهو الحمد لله مر يعني كم سنة على العملية. وفعلان رجعت اقوى من الاول بكتير. ماما قبلت او ايه. والدتي دايما هي بتحب تشوف رأيي الاول. وبعدين هي تقول رأيها. فعشان ما تحطنيش تحت استرس او ضغط. هي بتشوف اللي انت عايزه ايه. انا عارف انك لو موجود هنا هتعمل اللي عليك. ولو موجود هنا هتعمل اللي عليك. كده او كده هي. كلها سكافية الحمد لله. فقالت لي كده. فانا قلت له انا شايف ان انا ابتدي امتوقع اللي لازم دي هتبقى جزء كبير في مسارتي. حاجة كويسة حاجة كبيرة. فقالت لي خلاص. لو انت مقتنع بده. تمام. وانا شايف ان ده برضو ايه حاجة كبيرة في مسارتك ان شاء الله. حاجة جميلة وليه الامر او الاسرة تكون متواجدة دايما معك في كل حدث. طبعا. قل لي النهاردة لما مسلت مصر في الاولمبياد في توكيو عشرين عشرين ودي نقطة مهمة كتفصلة في حياتك انت تمسل مصر لداخل الاولمبياد. اه. مسلت مصر ازاي وإيه اللي حصل هناك? الحمد لله انا في اولمبياد اه توكيو. انا عملت الحمد لله اللي علي. يعني الحمد لله انا عملت اللي علي. بس احنا ك انا كلاعب. كعائلتي. كاتحاد. كنادي. احنا بنأمل ان شاء الله ان هو اللي جاي مايبقاش بس يعني تمسيل مشرف. وده اللي احنا 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 جالين فعلا عليه. كنبوزتا طور.